اشتركوا في القناة اتصدرت رفوف اجنح الدور النشر الأديبة نهلة كامل كان لها توقيع كتابة خاص يلي خبرتنا عنه كتابي اسمه الشرق الغارق المتوسط وانا جمعت فيه تجربتي الأدبية والصحافية ايضا لان انا كنت مديرة ملكات الانباء السورية في بيروت فكان الأحداث السياسية كبيرة على الوطن العربي كله فلما كنت اكتب التقارير السياسية وارمي الأحداث وانفعل فيها فكان دائما يضل شيء للفكر والروح وهذا اللي كان يضل الفكر والروح كنت انا صيغة بشكل قصائد يومية وللشعر حصة بمعرض الكتاب الشاعرة زين خدور اتواجدت ايضا واطلقت كتابة الخاص فيها مشاركتي اليوم بديوان الشعري الان بين يديك هذا الديوان بيحوي على 21 نص شعري بحسب رأي احد النقاد هو استطاع ان يكون عبارة عن خطفات تتجلى فيها عدد من المواقف في الحياة العادية هناك تناول للوحات من الواقع وبشكل الخطف الاختطاف مثل ما بيحب انه يقول انا مضطرة اني استخدم التعبير النقدي لانه التعبير الاقوى للتعبير عن النص الشعري بتعبر عن ارهاصات الكاتب والمثقب خلال هذه المرحلة بين الهم الانساني الوجداني والهم الوطني والهم القومي فاول نص بيطالعنا نحن هو نص شخصية حمضة للكاريكاتير العالمي ناجي العلي اللي من خلاله نحن منحك القضية الفلسطينية اللي كان اللي هي لازالت وستبقى محور قضية هذه المنطقة الثقافة هي رسالة الشعب السوري ورسالتنا من معرض الكتاب خبرناكم ياها بهالتقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة